شهد الرئيس عبد الفتح السيسي بدأ موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكا بجنوب الوادي بمحافظة أسوان وخلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح افتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس عددا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع وشملت المشروعات التي افتتح الرئيس السيسي سوامع سعة 90 الف طن بمدينة الصلاحية الجديدة بمحافظة الشرقية ومجمع سوامع سعة 90 الف طن بمدينة عرب العلايقات بمحافظة القليوبية ومجمع سوامع سعة 60 الف طن بمدينة بني سلامة بمحافظة الجيزة وصوامع سعة 30 الف طن بمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية